إن تكريس الحق في التنمية يرتبط بشكل وثيق بمعالجة الأوضاع المتدهورة في الكثير من المناطق في قارتنا الإفريقية لا سيما في منطقة الساحل وهو الأمر الذي تبنته الجزائر دائما في مقاربتها الشاملة للمساهمة في معالجة الأزمات متعدد للأبعاد في هذه المنطقة عبر تغريب الحلول السياسية والديبلوماسية ودعم الجهود التنموية يقينا منها بأن استفحال الفقر وغياب آفاق واعدة للتنمية تشكل الأسباب الجدرية للتوترات وتنامي الإرهاب وتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود وانطلاقا من هذه المقاربة تركزت رؤية رئيس الجمهورية السيد عدمجيد تبون على منح الأولوية للبعد التنموي كمحور جوهري ضمن أي خطة تهدف إلى تثبيت معالم السلم والاستقرار في إفريقيا وهو ما أكدته مبادرته بطرح فكرة عقد مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بهدف حجد الجهود والتمويلات اللازمة لتجزيد برامج تنمية متكاملة وبعث الأمل في غد أفضل للشعوب الإفريقية في المنطقة ترجمة نانسي قنقر